تثاقم الظاهرة البطالة في العراق نتيجة تعدد أنواعها وتداخلها بسبب تعثر جهود التنمية وتفاقم الديون الخارجية والظروف السياسية والأمنية المستمرة منذ عام 2003 والفساد المالي والإداري واختلال حزمة القوانين الاستثمارية وسوق العمل وحركة الأموال فوفقا للإحصاءات غير الحكومية يأتي العراق في مقدمة دول المنطقة بنسبة بطالة تقدر بتسعة وخمسين بالمئة من حجم قوة العمل حيث تتكدس في أغلب مؤسسات القطاع العام أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل ما يسبب وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئا تقريبا وهو ما يعرف بالبطالة المقنعة آخر التقارير الدولية المرافقة للقروض الدولية التي استلامها العراق أكد أن وقت الانتاجية للعمل في المؤسسات الحكومية العامة ما عشرة إلى خمسة عشر دقيقة في ثماني ساعات وهي مدة الانتاج الرسمي أما فرص العمل التي توفرها الدولة فإنها لا تستطيع استيعاب كل خريجي الجامعات العراقية لذا ظهرت المشكلة المتعلقة ببطالة الخريجين داخل ظاهرة البطالة العامة وهكذا اتسعت القضية من إشكالية إلى ظاهرة فأزمة وصولا إلى إمكانية توصيفها بالكارثة التي تتطلب وضع خطة معالجة جدية وكالة يو اس اي ايد الأمريكية في تقريرها الخاص عن الباحثين عن الأعمال في العراق أكدت أن أفواج العاطلين عن العمل أصبحت مقلقة في ظل أنواع البطالة التي تضرب حركة العمل برمتها وبيان التقرير أن من بين الإشكالات التي عمقت من أزمة بطالة الخريجين هي عدم وجود ملاءمة بين مخرجات التعليم في العراق ومتطلبات سوق العمل اشتركوا في القناة